السلام عليكم الحقيقة انا يعني امبارح عملت فيديو خاص بي عقد عمر اسف عقد امام معشور والحقيقة كان كنت غاضب جدا ومازلت من موضوع ان يبقى فيه شركة تبهي للاحق الرعاية بتاع او حق نسبة البيع بتاع امام معشور والزماني تلقى وبقى طالب من هنا مرة تانية وتالتة وربح لازم يبقى فيه رد من ادارة الزمانيك عالكلام ده مينفعش يتساب كده زي بالزبط القصة اللي احنا عايشين فيها كل قبل المباراة يعني فيه اكيد كده يوم الجمعة بعد مباراة شباب بلوز داد فيه حد هيتصرب له عقد مين هو من لعب الجدد يعني خرج اكنولا تخرج له ونضاي خرج و الوردي خرج و دونجا خرج ومصطفى شلبي كل دول ظهر العود بتاعتهم بعد كل هزيمة و الجمهور كان غضب طبعا فيه حاجات لازم يبقى غضبان منها لكن الاهم في الموضوع ده ان انا و احنا بنقرأ العود دي فيه نص انا شخصيا معجب بيه لو كمان النص ده متوضب مظبوط يعني ايه النص انه اللايحة ان اللاعب موافق على اللايحة دون ان يقرأها و اي تعدلات فيها ده بند بالبنود اللي موجودة في العقد و ليحة الفريق دي هي بالنسبة للدستور دستور الفريق اللي بيمشي عليه انا بقى عاوز من ادارة الزمالك اه ممكن المشهد العام تلاقي ايه ان اللاعب ده يخفوز كتير قوي اه على الورق ممكن موكيب على الفعل يخفوز شفوز دي كلها و دي حاجة مهمة بس بناء على ايه بناء على اللايحة اللايحة دي بقى مكتوب فيها ان مش من حق ان اللاعب يخصب منه 25% مثلا ولا 10% ولا 5% اي ان كانت القيمة في حالة خسارة الدوري و مثلا 5% تانية ولا 10% تانية في حالة خسارة الافريقيا اللايحة دي لو مش مكتوبة بالشكل ده و انه مثلا لو اللاعبة لو زيك ما بقاش اول الدوري او ان اللاعب لو بقى اول الدوري عشر اسابيع ياخد كزا طب لو بقاش يبقى فيه مخصومات كزا ان التعادل يؤدي الى ايه الترتيب الرابع يبقى معناها ايه دي اللايحة عشان اللاعب بقى عنده لحافز انه يبقى عارف كويسا و انه هيتقرس ارصة في الفلوس هتعلمه العدد يعني انت على الورق ممكن يا مصطفى يا شلبي بيكون بياخد حداشر مليون لكن انت في ارض الواقع تاخد لك اربع مليون مثلا وده رقم مقبول اساسي والله اكتهدت وعملت حاجة للزمالك خد الحداشر مفيش حد هيزعج هو لو الزمالك اول الدوري ومتصدر مجموعته في افريقيا وخرج اللي خرج ده كان حد من جمهوره زيك زيان ولا اي حاجة يمكن بيزا يزعل موضوع ايام عشور عشان نسبة البيع اللي راحت لشركة اللي باعته دي لكن غير كده محدش هيزعل اما موضوع التقدير المالي وانا توقع ان فيه مشكلة في التقدير المالي للعيبة يعني عمر جابر قاعدوا لك ده من اساب فلوس ده عمل فلوس وارقام غريبة بتظهر ومع ذلك الارقام دي بالنسبة لي لا تمثل شيء ان كان اللعب يؤدل عليه ويجيب بطولات لو مش كده يبلأ احنا عندنا مشكلة ولازم نحلها دي واحد اتنين ليحة الفريق اللي موجودة في العود كلها وبتنص في كل العود ان منحق اللاعب ماضي عليها ويه حتى لو لهم يقرأها وبالتالي موافق عليها ده معناه ان لازم الزوائق يكون حاطط هذا الامر وبعدين مش لازم بس كده لازم يكون معلن الليحة دي يعني تصريحات على لسان امير يقولنا ان اللايحة الزوائق في حالة خسارة بطولة افريقيا في خصم 10% من عود اللاعب خلاص بناء على اللايحة ماشي في خصم 15% ماشي طب في خصارة الدوري في خصم 15% مثلا في ابن ما شاركشي 25 ودي 15 و15 انت بتتكلم في 30% يبقى خسرهم غير انه خرجوا من الكاس قول 5% اللي 65% والله انا موافق يعني انه كان في 40% من العقد وضع عشان مش عايف يجيب بطولات هو ده المطلوب انا ادي له يا عم مليار لكن في شرط ان القواعد تكون واضحة وهم عارفين انه لو ملعبش بالطريقة والفوز والبطولات مش هياخد حاجة صلط ملط مفيش فلوس نسبة قد كده سيبك بقى ان انا اجا اتكلم على ان مصطفى الشلبي ولا ابراهيم النضاي كانوا بياخدوا كم في بانديته وبياخدوا كم دي القصة تانيش العرض والطلب والحاجات دي كلها دي كان الجملة مهمة خصوصا في حكاية عقد من عمر جابر يعني انه موجود في موضوع الليحة وبرضه في كل العقود موجود الليحة والخمس وعشر في المية كحاجات جميلة جدا وانا سعيد بيها سيكمل ان انا مسعيد بالاركام لك سعيد ان الزمالك مرضو عنده الحتة دي طيب انت عندك فرصة ذهبية لانك ما تديش للعيمة دي فلوس اساسا انهم وافين على الليحة دون ان يقرؤوها وماضين على كده فطلابهم ماضين على كده اخصم بقى اخصم بفترة ليه لانك لازم تفتري في الموضوع ده وتخصم خصم عنيف عشان يعرفوا ايه متنادي الزمالك لانك في الاخر مش هتلعب وانخدش بطوات مش تاخد البلوس دي ده اللي المفروض يكون تفكير الادارة دلوقت ان الليحة هتبقى واضحة وصريحة فيها عنف شديد في الخصمات عنف قوة غاشمة زي بنقول في الخصمات ويبقى الترتيب الدوري محطوط فيه والبطوات محطوط فيها والفوز والخسارة والتعادل محطوط في الليحة تفوز تاخد مكافأة تتعادل تتخصم منك تخصر تتخصم منك لان الخسارة والتعادل يخصمو لك فيه بقى الزمالك النهاردة والخسارة عن نقطة يعني انا شايف ان امير يحط على كل نقطة خسارة زيك يخسر نقطة واحدة النقطة واحدة بخمس تلاف جنيه بعشرة تلاف جنيه فيه بقى الخسارة الخسارة على طول كده بتتكلم في 30 ألف جنيه خصم منك وانت بغمد عينك والفوز هتديك 30 ألف تبكى التعادل يتخصم منك 20 ألف وهكذا ده انا هو بتتنصر اللعبة دي هتبشي سيشل لكده اللعبة دي بتاع الزمانيك اللي موجودة دي مش هتبشي لكده وملاس بقى اللعبت هتبشي كده برضه طيب اللعبة موضوع كله أي مع اللعبة عشان كده أحد اللعبة اللي احنا كنا منتظرينهم جميعا وهو عودة الوينش الوينش من الكاباتن يعني ترتيبه دلوقتي الكابتن من أحد الكاباتن نادي الزمالك والحقيقة أنه عمر جابر ما اعتقدش نبون بدور الكابتن وحقيقة بتشافهم وصاب وملاحش ما سافرش كمان معهم ولا حتى عمر فاللي بيتصد لشرط الكابتن كأداء حتى واجتماعات وكلام ورفع روح معنوية اتنين الوينش وفتوح الوينش وفتوح هم اللي بيتصدوا الآن لشرط الكابتن وشرط الكابتن هنا مش اللي هتحطه على كتفك شرط الكابتن تصرفات وشرط الكابتن انك تضم وتقرب وتخلي وتزيل المشاكل اللي بين اللاعبها وبعضها والتوتر اللي موجود حتى لو ما فيش مشاكل ما فيه توطر عشان النتائج السيئة ازاي تشيل موضوع ازاي تدي دافع لزملائك والكلام بيجي من اخ وزميل غير بيجي من مدير ففكرة ان محوود الوينش واحمد فتوح يتصدوا لشارة الكابتن دي حاجة كويسة جدا ويقول لانه ذلك حي حي دايما لعبته حية وموضوع سهل وانك تلاقي كابتن واثنين وثلاثة وتلاقي وهتلاقي يعني حتى زي اغنية احمد عيد وانه كان بيغني مع جمهور الزمالك تابع الوصف وجهة نظره انه ده مش احتراف وجزء منه مش احتراف يعني لكن هو الراجل متعود على حدا عملها لكن ده هيبقى من كبات النادي الزمالك احمد عيد وهيرجع بالمناسب اعمل حسابكم انه راجع اخر الموسم بيقولولكو ايه بقى كمان بيقولولكو انه الزمالك ودونجا دونجا زعلان من تسريب العقد اه ماش مش كده يعني حقه بمناسبة حقه وكمان هو غضب من انه في حملات ضده وعشان كده قعد مع امير مرتضى وهو مقرب من امير مرتضى بالمناسبة وامير قلتلكو انه فيه اتنين بس امير مطلاش معهم في التصوير وهم بيتعاعدوا طلعب مع كل العيب الا اتنين عمر السيسي ومصدفة شالبش فدونجا من ضمن الناس اللي كان ظاهر معهم يعني وهو فيه ناس مقربين لامير يعني المهم انه طلب من امير طلب مهم جدا انه يبقى فيه تصدي واضح لحملات اللي جوم عليه تمام وكمان قصة غرف اللبس يعني ايه او قط اللبس تعرفين انه ان احنا عرفنا الناس صربت يعني المشهد اللي حصل بين دونجا انه ما كانش راضي يخرج او بعد ما خرج كان زعلان وغطبان من فرييرا وعلي سوتوسيكا وبتاعه والحاجات دي ده وعد دخوط اللبس انا وغيري مش عارفها الا من حد من جوه قط اللبس صربها يعني عشان نتحكى لبعض يعني ونكايب بجد فهو عاوز تصدي للحكاية دي وحقه وبرضو في قد التسليم حاجة وحشة على فكرة ما بقولش انك وحسة يعني التسليم العود ده شيء سيء جدا بالمناسبة لكن ما حدث قد حدث وبنسمى اذا كان حدث ما حدث وهنا يسمح لنا ان احنا نقول لأمير انه فعلا خلي بالك من الموضوع ده اكتهد بقى وحلي المشاكل دي ان استطعت ان استطعت طيب شيكابالا مثلا زعلان تسأل شيكابالا زعلان ليه يقولك ان شيكابالا زعلان عشان انه بعد ما طلعت شائعة انه عنده مش عارف ايه في الدم دي محدش يطلع بيام رسم النادي الزمالك للدفاع عنه وشرح الوضع الحقيقة استغربت ما بقولولي كده قلتوه مالحا طب ما الدكتور محمد اسامة عمل طلع في مدخلة مع قناة الزمالك عن طريق زوم ظهر كمان يعني ظهر مش تليفون بس لا عمل مدخلة مرئية ومشاهدة واتكلم واوضح وشرح وهدى الامور ايه لي مزعل شيكابالا قولك انه كان لازم من وجهة نظره انه يبقى في حد يرد اوتوماتيك اوتوماتيك طب ما هو احمد محمد اسامة قالك لا محمد اسامة رد بعد ما شيكابالا اعترض على الكلام وقال للناس بحد يطلع ييه يشرح الوضع للجمهور عشان الجمهور بيكلموا جمهور قلق جدا في ناس نتخضط يعني على شيكابالا احد نجومهم يعي فالراجل يدخل يا جماعة يلا حلوا الحكاية واشرحوا دخلوا وشرح الدكتور محمد اسامة لكن هو كان عاوز الادارة يالي توم بالموضوع وبعدين غياب شيكا طول ما نشوف بس هو طول وينتهي ينتهي بعد شهر شهر بولزداد يعني ميرجعوا على قطول نلاقيه يعني موجود يعني طيب اه اه يا ربي اه عاوز اتكلم على حاجة غريبة شوي او ممكن بتبقاش مهمة يعني بس غريبة وهي انه الزمالك دايما هو بيطلع التقارير الصحفية عن القايمة والبعثة المسافرية والبعثة برئاسة كذا البعثة برئاسة كذا الا هذه المرة الا السفرية الزمالك الى شباب ولزد الجزائر لم يذكر نهائيا مين هو رئيس البعثة ما اعرفش ان كان خالد لطيف موجود سافر وان كان جمال اب حميد سافر وان كان امير مرتضى موجود فانا امير مش عضو مجزدارة لكن ممكن يكلف برئاسة البعثة انا ما اعرفش بس الغريب انه ما ذكروش تحكي كده يعني الحاجات الروتينية دي على فكرة بالدليل المنظومة والمظام في قواعد نمشي عليها مهما كانت والظروف في بيان بيطلع عن السفرية يبقى طلع صح ده اللي انا اقدر الكلم فيه بمناسبة الادارة يعني في اتجاه قوي جدا 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 في انتجارة الزمالك انها هتغير بريرة والاتجاه ده سائد واعتقد كمان سؤلة فيه المستشار المرتضى في محبسه وموافق وامير مرتضى في الاغلب برضو ومش هيقدر يعترض وهو رحيل فريرة طب هو مين اللي هيجي حسب الكلام اللي جاي لنا انه تم التوصل الالتفاق مع الكابتن خالي جلال اللي ياخد رخصة ايه دلوقتي في الاتحاد المصري رخصة ايه اللي تسمح اللي يدير الاندية في افريق يعني المهم بياخد دلوقتي الرخصة وفي نفس وقت فيه كلام قوي جدا ان الزمالك اقترب للاتفاق معه ومش بس كده لا ده كمان الكابتن السامنة بيه مش هيكمل مع الكابتن خالي جلال ولا الكابتن احمد عبد مصود هيكمل وان اللحيد اللي هيكمل او اتنين اللي هيكمل الكابتن ايمن طاير مدرب الحراس طب مين هب المدرب العام في حالة وجود الكابتن خالي جلال في توليه مسئولية نادي الزمالك الكلام انه رامبو اتنين خط ادفاع بقى جمدين خالي جلال ورامبو نبيل محمود كابتن نبيل محمود كان له خبرات يعني كبيرة في الدرجة التانية ممكن يكون برضو من الكلام انه يكون متواجد مع خالي جلال ونبيل محمود وحسين ياسر محمدي والكابتن ايمان طهر هل ده هيجرى هيجرى هو كده كده فرير هيمشي لو الزمان خسر او خرج من افريقيا يعني كانت الصياغة يعني خروج ازيك من افريقيا معناها ان فرير هيمشي ليه لان احنا لازم بقى خلاص الدور يضاع ويبقى افريقيا ويبقى يعرف ياخد فيها يعني نفسه ومن سمة يبقى عندنا شكل جديد مختلف في الموسيمين اللي بعده الكابتن خالي جلال مش وحش على فكرة وعمل نتاج كويسة معنا زمانك وخبطوله وهو اللي عاد لنا يوسف يوسف اوباما وعد الصنفرة بتاعته قبل تقلقه وبعد كده مع جروس وهو اللي رجعه وكل عبنا في كاس مصر وفزع الاهلي وهو بيعلعب مطشاط مكان مسك برضو البنك الاهلي موسمين او موسم ونص يعني قد أداء جيد جدا لولا استعجال البنك الاهلي على النتائج وكانهم كانوا عاوزين يبقوا الأبطال الدور أو حاجة لكن المجموعة اللي موجودة في زيطان اللعيبة دي لو اتزبطت واكتهدت أكتر والرجولة عندها زادت في الأداء يعني وكمان الكابتن خالد عمل نظام معين ويبدأ يدرب على تاكتج جديد ويبدأ يدرب اللعيبة مرة أخرى على الاستلام والتسلم وإنه اللعيبة في مصر بتتضرب كل يوم عشان تتعلم تستلم أساسا كبار وصغار ودي مشكلة كبيرة طبعا لكن ده دور من أدوار المدير الفني على كل حال الكابتن خالد جلال شخص محترم كدا ويقدر يقضي الموسم المتبقي وممكن يكمل معك كمان الموسم اللي بعد له وكأنه أجنبش هو أبيضاني وأنهم لونة يعني فهو كينفع أجنبي يعني الكابتن وكابتن ناردو نبيل محمود رامبو فطبيعي بأمريكاني كمان فممكن بجهاز أجنبي مصري على كل حال الزمالك هنتكلم على أوضاعه بقى الفنية والحاجات دي بعد مباراة شابه لازداد إن شاء الله بعد بكرة اللي هنعرف على أساسها الأمور راح فين وجابنين خصوصا أنه نتيجة المباراة دي قد تكون مؤثرة تماما في مسيرة الزمالك لأنه لو خسر خرج من أفريقيا وهذه خسرته أصاد أمبي خروجه من الدوري ومن التالي ما بقاش فيه أي فرص سيبكم من كلام اللي بيقولوا أخونا فريرة يعني بحل البضاعة لكن نحن ما عدناش فرص خالص في الدوري ونقص مباراة شباب قولي زداد لو قدر اللي خسرناها إبا إحنا كده ضعنا نقصتنا بس مباراة بطولة السوبر بتاعة خمسة خمسة اللي هتبقى مع صادمين ما نعرفش سواء بيرامدز أو النادي الأهلي ودي بقى مش هقول حياة وموت والكلام ده لا لا كرة وفاش حياة وموت كرة لعبة يعني في الأخ بس لازم فيها جهت ورغبة شديدة في الفوز بها على الأقل تنقذ الموسم ويعني تنقذ مأواجهك يعني ويبقى في المباراة دي ونشوف الأمور هتروح فين وجابنين لكن في النهاية بشكركم على وجودكم دايما معايا ودايما بتشرف بيكم ويعاوز أقول لكم يعني أنه التعامل مع الفيديو ده أخير بتاعي ومعشور بفرحني جدا 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 وأشكركم عليه وأتمنى أن كل الفيديوهات بتاعتي يبقى التعامل معاها بهذا الشكل الجميل شوفكم على خير في اللي جاي السلام عليكم